موسيقى السلام عليكم الضحرج الميسى يا معلم يا بضايا يلا اندهي العيال خليهوا ينزلوا البضايا دي عشان تتمنها قلت يا قد؟ انده مين؟ العيال؟ انتو اللي هتنزلوا البضايا بأيديكم واللي على ايدك نكشل حينك طوى هو ليه يعني؟ وفي نزام جديد ولا ايه؟ ايو يا روح بابا في نزام جديد هتركنوا انتو اللي اتنين على جنب وتنزلوا البضايا على جنب وتركنوا العربية على جنب انا بقى اعف على جنب الوحدي وهشوف انا هفرز مين فيكم ما تزمت في كلامك يا بضايا عالصبح بقى يا الله؟ خلاص يا زين خلاص هو عبضايا كده لسانه زفر على طول بط يلا يا عادم تا وهو هتصوره بعد ولا ايه؟ استبقوا يا صب انتو قريبا مين دور؟ الرجالة راشوان بيه راجل عنده مسابق كبيرة او في البلد ويتعامل مع المعلمة من زمان صباح الخير يا ستة كول خطوة عزيزة يا استاذ حناف يا عزي بقى طالب معين زعلان منك واخد على خطر او تمناعي بضعتك عنينا اللي ايه عيب اول العيب هو اللي بيه بتاعك ابتدى بيه بلوش نزوم الكلام كتل الكلام ايه اللي المعرفة طلباتك تفتحي مخزنك تدينا بضعتك من تاني الحلو حد يكره يبيع بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول اسمعي الكلام واقالي يا معلمة وانا واعدك ان الرشوان بيه حيهدى ويلين ويرضى عنك ويرديكي انا مش طالبة غريدة ربنا مش رضى بنقادمين وان كنت هازس طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير بداية تزهق انا عندك الماتي تدفع تحمل صعبة اوة يا معلمة اجل حد هنا وارجع بالعربيات فاضية قصدك ايه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعملين ومش قادرين نحمله رجالت انا بقى تخش المخزن وتحمل وساعتها الحساب يجمع يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة غصبانية يعني غصبانية مش غصبانية انا قلت طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانا يا حلوة طيب ما تقول كده يا رجل من اول ما جيه ده نعناية اللي اتنين ليك مانا حلوة ابا ضايا شكلي الدايق مش وانا عايش يا برانسيسا اشتازح انا فيه صلي على النبي كده ونتفاهم بالهداوة تثبت مكانك ورجع ولو اي حد من رجالتك قرب هخلص عليه مطوطك مش قلتلك ما تشميش دماغك ولاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوة يلا رجالة خشوا المغزن عايزكم اتفضوه مش عايز اشايا عالبركة اسبت مكانك ورموا اللي في ايديك والا طاير رغبته عنك يا حبيبي لحاجة تطلع غالق كده ولا كده اتعور بيها نفسك يلا قبل ما خلي جسمه بحتة ورازه بحتة سيبوا لي فيديك سيبوها قولنا السلطان اللي انت لامينهم حواليك دول يركبوا العربيات ويقوروا في ستين دقاية ولو حد منهم هوب هنا تاني هيبقى اخر يوم في عمره بيتك يلا قول ما تكسيفش باشي ماشي يا اخويا يلا يا رجالة خدوا العربيات وامشوا يلا ويحسا بيها يلا يا اخويا منك لي عشان هنرش معايا يلا وانت يا حلوة يا بوش سامح انت التكل معاهم عشان انا اخول ايديا غور زين معاهم انت ورجالتنا وتأكد ان الكاتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع بلاجني يا سلام عيني يلا يا اخويا منك يلا يا اخويا منك اسأل امك ويطرد عليك انت كده فتحت على نفسك باب جهنم انا لو منكو اخافوا ترعب احنا ما منخافش غم اللي خلينا يا حبيبي هام علمة انت وشوك بقى تحبي اعملي كيف اللافاندي ده اعيزة الصح هام علمة احنا نقطع رقبته ونبعدها الرشوان بايه عشان يعرف ان البريتسيسا وراع رجالة النبي لا تقفل ما ديليا اللي في ايدك دي حسن تعورك وانا بخاف عليك تخر دم رأيك ايه حربي والله يا معلمة انا رأيي ان يسيبه وحصر رجالته ويبلغ اللي مشغالينه ان لو حد فيهم هواب هنا تاني هنرجع هولهم رابعة ده نفسي رأيي برضه يا معلمة القول قولك يا حربي اسمح هقولك ايه تروح لرشوان بايه تقوله حقي يبقى عندي لو ما جليش هروح بنفسي اخد حقي ومش هاخد على قفاة زيك وما تنساش تقوله اهم حاجة ان انا حلو اه ماشي هبلغوا يا حلو يلا زوق يلا زوق يا خفيف بركب يلا يا ابن يلا خلعوا يا عيلي وهم بلين هدومهم من خوف بس وقفت كما عيل كده انا درجاي على الاول منطقة يمكن يشاور عقلهم ويرجعوا تاني عفارم عليك يا زين بقولك انت تعمل ايه بالمسدس ده بنشيله عم حاربي يمكن ينفع فوقت عوزة ربنا ما يحوجنا ليه يا عم بقولك ايه ادي الوقت بركة يشيله هوا بمعرفته احنا مش عقلين زيه ماشي يا صاحب مش كنت سبتين يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد خلص شغلك الاول وبعدين غب براحتك ماشي يلا نجرق اشلحف انت هو عايزين نشوف البضاعة دي مسروعة من انز اقنو البضاعة بتاعت زين وحاربي انا اللي احفزها بنفسي بأيدي خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مااسك كده غلط اكبر غلط زين قربلي العربية هنا قدام المبتب عايز اجرد البضاعة براحتي تحت عامل كسبت الكل تسلملي يا حربي راجل يا واد من ظهر راجل واخدمك برقابتي يا معلمة جامج يا واد قوي انت ما بتخافش لا بخاف طبعا واعكوني فاكرة يا معلمة ان الرجال اللي انت الامام حواليك يدول وبيقولوا ان هما ياكلوا الزلط وما بيخافوش صدقين لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جباه واللي بيقول انه بيخاف بيبقى عاق قلبه حديد راجل بجد عارفه ورايح في ايد وجاي منين بيخطط ويدبر مزموط بعدين ماهو المثل قال يا معلمة يعني ما نخاف سلق ولا انا بتكلم غلط للموظة السجن غيرك يا واد يا حربي خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد تعلمت انك حيات كتير يا معلمة مش مهم انك تتعلم المهم انك تنفذ اللي تعلمته وانا جاهز ومن ايدك دي ليدك دي اطلبي بيني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لأ تستعجلش على يا رزقك ورق مش يمكن يجي يوم اجربك فيه ساعتها عمرك ما تندمي ولحد مايجي اليوم ده انا تحت الامر وقت مساوحة الاخيرة يا جماعي اهلا من اماني مش عادت الكعني راجع بدري النهاردة مرة من نفسي يا اخي مادام رجع بدر كده تبقى اكيد وقع على حاجة جمدة قوي يا ساتر عنق والنبي ناش واسبيني لحصة نورية شغلي وهلكينا طب سيب اللي في ايديك ده وروح لستة الرئيزة كنات بتسأل عليك خير في حاجة ما نلاقيه معرفش لما تروحي هتعرفي ماشي طب يطلب لنا بقى تنسكة فيه لحد ما رجع نسكة فيه؟ ماشي يا ساتة بس وقت انت عمي الحسابي انا هطلب وانت هتحز اتفضل خير يا امين فيه ايه؟ خير قالولي ان حضرتك سألتي علي وانا حاصل عليكي ليه؟ معرفش هم اللي قالولي كده عموما انا مش فكرة ومش فاضي ومعنديش وقت ضيع اتفضلي ولما افتكر حبقى ابعتلك عن اذن اه اماني تعال افتكرت تحت امرك يا فاند انت اللي عملت الموضوع بتاعت تعذيف على قسام الشرطة؟ ايه يا ربي كنا عاجبك ومش عاجبنا انا وبس ده عاجب كمان نعين بيه نعين بيه؟ رئيس مجلس الادارة؟ هو اراه؟ اراه واعجب بيه جدا وامر ان ينزل في اسرع وقت وطالب منك سنسلة موادية في نفس المشكلة بجب؟ انا هزر معكي ولا ايه اماني؟ انا اصف تفضلي متشكنا بعد اذا؟ تفضلي اتأخرت كده ليه؟ النسكافيه بتاعك بيرت مش مهمة كانت عايزكي في ايه رأيست التحرير؟ فاكرة الموضوع اللي كتبتهم بره عن التعذيب في اسام الفوليس وميله ده؟ هينزل في عادة بكرة وبعده وبكتير ومدام شهيرة معجبة بيه جدا ومش هيه بس ونعين بيه شخصيا معجب بيه نعين بيه السيوفي؟ ام؟ ماشي معكي حلاوة ستة اماني اقبال عندنا ام؟